تعلمنا سابقاً كيفية تحديد عوامل عدد وذلك عن طريق كتابة العدد على شكل حاصل ضرب فالعدد ستة عوامله واحد، ستة، اثنان، ثلاثة في هذا الدرس سنتعلم العوامل الأولية متى يسمى العدد أولياً أو غير أولي؟ العدد سبعة له عاملان فقط هما واحد والعدد نفسه فيسمى عدد أولي بينما العدد اثني عشر نجد أن له ستة عوامل فيسمى عدداً غير أولي لأن عوامله أكثر من عاملين هناك حالة خاصة فالعدد واحد والعدد صفر لا يمكن أن نقول إنهما أوليان أو غير أوليين دائماً نستطيع كتابة العدد الغير أولي على شكل حاصل ضرب عوامله الأولية كما يظهر في العدد أربعة وعشرين وتسمى هذه الطريقة تحليل العدد إلى عوامله الأولية نأخذ مثالاً من واقع الحياة هل تعلم بأن هناك عددين يسميان العددين التوأمين؟ هما عددان فرديان، أوليان، صحيحان، متتاليان مثل الثلاثة والخمسة، الخمسة والسبعة، الأحد عشر والثلاثة عشر هذا الدرس يعرفنا على الأعداد الأولية والفرق بينها وبين الأعداد غير الأولية